حط الخوخ في المية المغلية وتعالي هنعمل مع بعض فكرة عبقرية الأطفال والكبار بيحبوه جدا بس للأسف هو دلوقتي مقطع استغلي بقى وجود الأمر ده في السوق أنا بصراحة لما بشوفه وبتجنن عليه لازم أجيبه وبعمل به الوصفة دي جبت من الفكهاني 3 كيلو خوخ اللي هو الخوخ البلدي اللي بيظهر في أول الموسم اللي بيكون القلب بتاعه من جوه أصفر مش الخوخ السكري نركز علشان ده اللي هينفع معنا في الوصف ما تجيبهش الخوخ جامد قوي ولا طاري قوي هاتي مثلا أربع حبات أو خمس حبات يكونوا جامدين علشان تعرفت أشاريهم والباقي يكون لما تيجي تمسكيها تحس إنها طارية شوية بس مش قوي يعني حطيت مية على النار وأول ما مية بتبتدي إنها تغلي بنزل بالخوخ علشان ياخد سلقة الخوخ مش بياخد وقت طويل على النار وانسيت أقول لكم إن أنا شلت أربع حبات اللي هم الجامدين علشان دول اللي هنعملهم قطع بس لازم يكونوا جامدين عشان تعرفت أشاريهم والباقي بقى زي ما قلت لكم استطر شوي الخوخ مش بياخد وقت طويل على النار عشان يتسلق يدوه بدئتين بالزبط مع أول غلوة كده يغلي هتلاحظي إن الخوخ بدأ يفصل القشر كده من فوق هتبدأ تشيليه من المية المغلية وتحطيه في مية تكون ساعة متلجة وفضل يعني يكون فيه حتة تلك علشان نوقف التسوية في قلب الخوخ وطبعا ممكن تشيليه من المية المغلية وتحطيه تحت مية جارية يعني تفتح الحنافية على البولة لحد ما تبرده خالص وبعد كده بتصفيه علشان أقشره الخوخية اللي بلاحظ إنها جامدة شوية بس بها بس دقيقتين كمان علشان تبدأ تفصل القشر من فوق كده أعرف بعد كده أقشره بصوا ما شاء الله الخوخ بيتقشر بمنتهى السهولة مجرد بس ما بحطه في المية المتلجة بيتقشر معي منتهى السهول أنا خلصت الخوخ وأشرته وهسيبه على الجنب هنيجي بقى للأربع خوخات أو الخامس خوخات اللي هتشيريهم على الجنب اللي بيكونوا جامدين علشان دول اللي هنعمل منهم القطع بجيب الخوخ وبأشاره كوي ساوي علشان أبتدي أقطعه لو الخوخ ده طري مش هتعرفي لا تقشريه ولا هتعرف تقطعي هبتدي بقى أن أنا أقطع الخوخ بتاعي لقطع صغيرة المكعبات اللي هي بتكون القطع اللي موجودة جوه الراني احنا هنعمل النهاردة الراني خوخ زي اللي بيتباع بره بالزبط وطبعا بما أنه مقطعه احنا مقطعينه من زمان فالعيال بيحبه جدا فأول ما لقيته الخوخ في السوق أنا عارفة أنه لسه سعره غالي أنا عندي بالنسبة لي أن أنا أشتريه الخوخ وهو غالي وأعمله لولادي في البيت أفضل مليون مرة من أن أجيب أي منتج مقطع وكون مشتركة في اللي هما بيعملوه حسب يالله ونعمل وكلي بجد أقطعت الخوخ زي ما أنتو شايفين كده مكعبات صغيرة وده الخوخ اللي أنا كنت سايبه على جنب علشان يبرد أشرته كله بمنتهى السهولة واللي هتحس إنها مش بتتأشر معاكي ممكن تأشريها بالسكينة دي بتكون أصلا جمدة وما تسلقتش كويس فعشان كده ما طلعتش القش هبتدي إن أنا ألبس جلافز في أيدي وابتدي إن أنا أمسك الخوخية الخوخية بتكون مستطرية فمجرد ما بضغط عليها بإيدي كده بتطلع كل اللحم اللي فيها وبتطلع النواية من غير أي حاجة خالص دي أسهل طريقة تعملي بها الخوخ أو تفصلي النوع عن الخوخ بعد كده بضيف له السكر كل كيلو خوخ بضيف له نص كباية سكر أنا عموما كنت حطى في التلاجة والعيال كانوا أخذوا منه كتير فالإجمال ساعة ما جيتها عمل كانوا اثنين كيلو ونص فحطيت كباية ونص سكر مية سلق الخوخ اللي قلتلكم اشيروها على جنب بيتر مهاش صفتها كويس وأخذت منها دلوقتي تلك كبايات من مية سلق الخوخ بعد ما برت تماما فرمت عصير الخوخ كويس جدا في الهند بلندر وممكن تستخدم الخلاط ويستخدمك للخلاط مش هيخليك تصفي العصير لكن الهند بلندر مش بينعمه قوي فعلشان كده بتديت إن أنا أصفيه علشان أتأكد إن الخليط بتاعي نعم قوي استخدمت كباية من مية سلق الخوخ علشان أنزل بيها اللي بيكون موجود في المصفة زي ما انتو شايفين كده والتفلق أو البواء اللي بتطلع دربطها تاني برضو بالهند بلندر زي ما انتو شايفين مع شوية من مية سلق الخوخ واستخدمته يعني ما فيش حاجة بتتريمي خاص دي الكمية اللي طلعت معايا كلها ضفت عليها كمان كباية من مية سلق الخوخ وبحطيت عليه كمان قطع الخوخ اللي احنا كنا مجهزينها انا استخدمت بالزبط من مية سلق الخوخ كل كيلو خوخ حطيت له كبايتين من مية سلق الخوخ ونص كباية سكر انا عموما كنت جايبة ثلاثة كيلو خوخ والعيال اكلوا منه شوية فوقت ما انا عملته يعني كانوا اتنين كيلو ونص رفعته على النار واول ما ابتدى يغلي هتلاحظي انه بيعمل رغاوي كتير وريم على الوش هبتدي ان انا اشيل الرغاوي والريم ده كويس قوي مهم ان انا اشيله علشان ما يأثرش عمر العصير بعد جدا النار بيكون متوسطة وبسيب العصير تقريبا على النار متوسطة ومتقليب باستمرار مضغطيش وشه علشان هيفور ويغرقلك الدنيا ومن وقت للتاني بلاحظ ان الرين بيتجمع على الجناب ببتدي ان انا اشيله بنتهى السور العصير بياخد على النار تقريبا نص ساعة لحد ما يوصل للدرجة دي قطع الخوخ بيكون استوت والعصير نفسه بتحسيه بقى شفاف شوية اخر خطوة بقى بعملها بضيف له نص معلقة صغيرة من ملح اللمون وهنا ملح اللمون كمادة حفظة لو مش موجود هتحطي عصير اللمونة كاملة واتأكد ان كنتي شلت البزر اللي فيها كويس او الازايز والدورة والادوات اللي انا باستخدمها كلها بتكون متعقمة بمية مغلية او متعقمة في الفرن يعني بسخن الفرن عشر دقايق وبطفيب وحط الادوات وبسيبها شوية لحد ما الفرن يبرد خالص او بسيب الدورة والازايز اللي انا هعبي فيها فيها مية مغلية وبسيبها شوية بعبي العصير وهو لسه سخن جدا والادوات بتاعتي متعقمة بستخدم الازايز اللي بيكون الغطيان بتاعتها صفيح علشان وقت ما بعبي العصير فيها هو سخن جدا يعمل تاكية امان فتفضل العصير ده اطول فترة ممكنة في التلاج ممكن يفضل معي لمدة شهر كامل في التلاج من غير ما يجراله اي حاجة خالص ممكن لو انتي عاملة كيميات كبيرة وحابة تحتفظ بيه في الفريزر هتسابيه لما يبرد تماما وبعد كده هتعبيه في اكياس بعد ما بسيب العصير لحد ما يبرد خالص بدخلوا التلاجة بقى يسقع شوية وبعد كده بطلعوا للتقديم بصوا هنا بقى الازازة اللي غطب طاحة صفيح فيها تاكية امان مش عارفة حتى افتحها العصير حلو جدا وطعمه زي طعم الراني الجاهز بالضبط مش هتفرقيه ابدا اعملوا لولادكو في البيت وقطعوا منتجاتي لمدة ساموش